السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملايك وعبير نيكي نهاردة عملت لكم تورتة لطيفة تورتة سيمبل جدا بحشوة الفرير روشي هوريكم نهاردة ازاي نعمل كريمة الفرير روشي ونحش بيها التورتة بطريقة اقتصادية برضو سهلة جدا جدا هتعجبكم جدا هتخلي التورتة بتاعتكو تبقى مميزة والحشوة مميزة جدا لو حابين تعملوا حاجة مش عادية تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي بس قبل ما اروح ياريتي مشاركش في قناتي اشترك ويفعل الجرس ونسانيش في اللايك بعد اذنه زي ما قلتلكو قبل كده انا بحب دايما اعمل وصفاتي بطريقة بسيطة وسمبل وكمان تكون على قد الايد شوية اقتصادية الى حد ما ويكون الطعم في نفس الوقت مميز وخروفي اول حاجة هنعملها معنا هحضر الكيك بتاعي وانا الكيك بتاعي اللي هستعامله في الوصفة دي مش كيك اسفنجي اه هوجيب بولا واحط فيها اه بطين بس مع معلقة من محسن الجل وكيس من الفانيليا هضربهم شوية كده والكيك بتاعتي بكونتها سهولة هحط كل حاجة على الطعام معي كوباية من السكر كوبايتين من الجئي كوباية كبيرة من اللبن نص كوباية من الزيت ثلاث معلق من الكاكاو بما يوازي ربع كوباية كاكاو كيس من البيكين بودر هقلب كل الخليط ده بالمضرب كااني بعمل سبونج بيتي عادي جدا بس محطوط فيه زيت ولبن والبيت اقل شوية نفضل نضرب فيهم كده لمدة 10 دقايق بالمضرب وبعدين هكون مسخنا الفرن التاعتي على درجة حرارة 180 هتدخل الفرن معي مش اقل من نص ساعة لساعة لربعة بس كده بصوا اللون بيفتح يفتح معي اول ما يبقى في درجة الفتحان دي هوا دي الدرجة اللي انا عايزي هوا مطلوبة مين بعد ما يخرج معي الكيك انا هقسمه لطبقتين بس عشان انا احبه ان الكيكة بتاعتي تكون طبقتين بس مش اكتر من كده عشان الحشوة تبقى واخدة وضعها واتبين حطها في الحلة دي عشان انا عايزة الكيكة بتاعتي تكون مقاسها مش كبير قوي مقاسة عشرين طبعا لو كيكة بتاعتكو طلعت عالية شوية ممكن تاخدوا طبقة تشلوها او احنا عملنا فيها هنا كور الفريرو الرشي وكانت جميلة جدا جدا هناخلها بقى تستوي وتعالوا بقى نشوف حشوة الفريرو رشي بتاعتي انا معي هنه بما يعادل هو يعني مش عارف اقول لكم ايه بس اهو مش تومني كيلو بندق هو اقل شوية يعنى نص التومني كيلو يعني خمس كيلو مسلا يعني انش ممكن تجيبي من عندو مثلا بعشرة جنيه بندق او لو انش عندك هتستعملي فنجين صغير زي اللي انا استعملته دا ده قدي فنجان الشاي كده ومعي بسكوت ومعي 100 جرام من الشوكولاتة البيضة سيحتها بمعلقتين لبن دربت البسكوت بتاعي الويفر طحنته والبندق بتاعي برضو طحنته بس مش طحنة قوي الجرشة بسيطة كده حط بقى الشوكولاتة اللي انا سيحتها ب3 معلق لبن الشوكولاتة البيضة مع البندق مع البسكوت الويفر وقلبهم كويس طبعا الحشوة دي بتبقى يعني جايز قولكو بتخلي الكريمة او بتخلي الترطا عالية ازاي فكرة البندق في اي ترطاية بتعلي التستبتاح مبالك بقى ده بندق بالويفر خلاك ريسبي كده وكماني الشوكولاتة البيضة وقدت الطعم في حتة تانية خالص هجيب بقى طبق كده حط الويفر على قد كده ما يجن معي من الشوكولاتة ومش هيزينه يبقى اوفر يعني تقريبا حطيت نص كمية الويفر اللي معي هجيب طبق كده عادي خالص وحط الخليط بتاعي دوت وبطاته كده بحيس انه ما يعجنش في بعض ويبقى كريسبي لما هفرده كويس واركنه هتلاقي شوكولاتة البيضة نش في التاني فقدرت ان انا اكسر الخليط بتاعي دوت ويبقى كده معي زي الكريان كريسبي فاهميني يا صديقه؟ بس كده وهركنه على جنب حضرت بقى كده الحشوة البندق معي وهتكون دي حشوة الفير الرشي والكريمة بتاعتي حضرها بالطريقة العادية خالص بس هحط اضافة بس عليها واحدة كوباية كده من الكريم شانتي معي كوباية من البسري بمواد 8 كيلو 8 كيلو اوكي واحط معلقتين من السكر البودرة واحط ثلاث معالق كده من اللبن البودر هيعلي معي الطعم جدا دول تقريبا ثلاث معالق لبن بودر عالت معي الطعم خلت الطعم رفحة تانية انا هادرب المراج باللبن عشان انا عايزة عالي طعم الكريمة فيها فاللبن البودرة واللبن هيساعدني ان الكريمة طعمها هيبقى بارز اوي وهادربهم بالمضرب كده حطيت تقريبا كوباية ونص لبن مسلج وهادرب كويس اوي لحد ما كريمة تتقل زي ما انت شايفين ده قوام المثالي بالنسبة لي تمام ممكن احط الفانيليا بس انا مش هحط عشان انا عايزة تعمل بندق هجيب بقى الحلة بتاعتي وحط فيها الكيس زي ما انتم شايفين كده بطريقة دي وحط الكريمة بتاعتي طبقة محترمة من الكريمة مش طبقة ليلا خالص لان هي دي الطبقة الوحيدة احنا عامليني الكيك بتاعنا على اتنين بس هروس بقى الحشوة بتاعتي زي ما قلت لكم ريش في تاهيه وبقيت تكسر احطها كده في النص على طبقة الكريمة بالطريقة دي لحد ما اتأكد انها ملت كل الحلة بتاعتي الطريقة دي حلوة قوي جماعة في تجليس الكيك حتى لو انت شطرة جدا انا متعرفي بس الطريقة دي جميلة هحط طبقة كده من الكريمة بس لان الطبقة تلزق ما تفصلش معي طبقة الكيك اللي فوقه تمام؟ حطيت طبقة الكيك ما ساقتش هنا لان الكيك بتاعي ده طري جدا لان احنا حطين فيه زيت ولبن فطري جوسي جدا دخلا بقى التلاجة شوية كده تمسك في بعض تعالوا بقى نحضر الكوار اللي احنا هنعمل فيها الفرير الروشي برضو حشوة الفرير الروشي بصوا ده كيك بواية كيك بتاعتي الطبقة التالتة اللي انا ما حطتهاش حط عليها معلقة كده من جناشر شوكولاتة عندي او معلقة اللبن يعني المتوفر عندك وكمان لو عندك شوية نسكويك ميشي بس متحطيش ككوخم ابدا تمام كده او معلقة نوتلا لو موجودة عندك هعجنها كده بايجي بقى على الجوانشي لانه صعب جدا في عجن اي حاجة الجوانشي بصراحة هعجنها بايجي وهعملها كوار بقى كده همسك كل حتة وحاول ان انا بططها شوية وحط جويها شوية من الحشوة الفرير الروشي ده اوكي وارجع اعملها كرة تاني بس كده يعني الطريقة دي جميلة جدا في الكيك بوبس لو حابة تعمليه وتحطي على وشه اي حاجة زي ما يعجبك لان الحشوة جوا هتكون يعني طعمها عالي او بسو كده وهعمل لحد ما كامل الكمية اللي معاية كلها هدخلها التلاجة تجمد شوية وجين هحطها على الكيك بتاعي او على الطريف طوية بتاعتي حابة انتي طبعا تنزليها في شوكولاتة برضو مفيش مشكلة زي ما يعجبك بس بصراحة كانت عمها الطحفة بسو حطهم بقى التلاجة عشان يسععوا شوية طلعت الكيكاية بتاعتي من التلاجة بعد ثلاث ساعات كده سبتها في الفريزر عشان تتجنس مع بعض حطيت بقى على بواية الكريمة البيضة بتاعتي اا معلقة جناش شوكولاتة او شوية كاكاو بس عشان خطرت يعني دي تستة تاني يبقى معايا كيك يعني كريمة بشوكولاتة وقلاتها وقلاتها وجوه الحشو ابيض يبقى فيه تغيير شوية في الكريمات حقلبها شوية ولو عندك معايا كموتيلة حطلها هتبقى طعامها حلو قوي اا ونظبطها كده من الجنيب بالسكرابر لو معنكيش سكرابر ممكن تستعملي المسطرة او السكينة او بطاعة جيمة يعني في كذا بديل ممكن تستعمليه هنظبط كده الوش بتاعنا ونخليها متساوية كلها عملت معكم الجناش قبل كده وهقول لكم علي تاني نص كوبية من السكر نص كوبية من اللبن ثلاث معي من الكاكاو تقريبا 150 جرام من الشوكولاتة لما هتسخر معي هضيفها ومعلقة من الجيلاتين في الاخر وده الجناش بتاعي ونزلته كده عليها وحطيته على حاجة عالية وحطيت في سنية كده عشان خاطر اللي يقع بردك نشتغل بي تاني او نشوف هنعمل بي اي ما يقعش يعني على الارض بس كده هتخلها التلاجة بقى في المرحلة دي تجمد شوية وطلحها تاني ونعمل لها الفينيش بتاعها زي ما يجبكو بقى ازواء زي مطوفر عندك انا بقيت شوية من الكريمة كده وهعملها روزيتات كبيرة عليها خلي بالكو الكيكاة بتاعتي دي كانت مقاس عشرين هعملها كده روزيتات عليها بسيطة وحط الكيور بتاعتي في النص بس كده عايز اقول لكم بجد الحشوة مع الكريمة كانت استعالي جدا ترطاية بجد قيمة تقدر تعملها لأي حد عزيز عليكي بجد مبهرة بصراحة كانت عمها حلوة مش عفو اقول اكتر من كده ياريت بقى اللي مشتركش في قناتي اشترك ويفعل جرس وين سانيش في اللايك بعد اذن ودي كده معي الكيور رحطتها في النص ممكن تحطيها على حواريكو كمان لقطة ليها كده لما قطعتها ياربي تكون عجبتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته